أهلا وسهلا بكم مرة تانية النهاردة جاينا نتكلم عن الانترفيسز الانترفيسز لو احنا جينا وبصنا على المثال تاني بتاع الانيمال هنلاقي ان الانترفيسز هنا هتفدنا جدا طب هتفدنا في ايه؟ المثال هنا بتاع الانيمال كان انه هو في الانيمال كلاس بتاع الانيمال او سوبر كلاس كان معرف فانكشن اسمها ومديها باضي يعني كاتب جواه كود تمام وبيجي جوا هو الانيمال اللي بيكستند من الانيمال من الانيمال بيعرفها مرة تانية طيب طبعا مش مكبر ان هو اليوزر يعرف اول يعني ان انت كمستخدم ان انت تعرف الفانكشن دي من اول وجديد تاني ولكن لو احنا عايزين ان الانيمال بتاعنا يبقى اساسية جواه هنضطر ان احنا نستخدم الانترفيسززز محتاجين بس نغير اسماء طبعا كومنت بدوس كنترول وعلى حرف الظهر بالانجليز او علامة الاستفهام حرف الظهر بالعربي او الانجليش علامة الاستفهام هنكريت فايل جديد هنسميه animal.java وهنيجي هنا ما احنا منعرف الانترفيس هنقوله الانترفيس بتاعك هو الانميل وتفتح طبعا الكيرلي بريسيس بتوعك في الانترفيس بتحدد له الفونكشنز اللي هو لو عمل اكستيند او عمل هنشوف برضو احنا دلوقتي ازاي تاكستيند او تايمبليمنت من الانترفيس اللي هو لو حاول ياخد البيس كلاس دو ويدرايف منه ايه الفونكشنز اللي اساسية المفروض يايمبليمنتها فاحنا هنا كان عنديها الفونكشن دي اللي هي animal sound فهي عبارة عن public void animal sound فونكشن عادي بتقوله بس ايه بتديله ايه اسم الفونكشن بس وهي مفروض ترجع ايه وخلاص وبعد كده لما بيجي هو يعمل يدرايف من الانميل انترفيس دو لازم يعرف الفونكشنز دي فاللو افترضنا دلوقتي ماذا تجينا قلنا ان احنا عندنا اسمه caval تمام الكل necklace دو ما بقى احنا في ال Inheritance كنا بقول لكن هنا هنقول له ايمبل芸ا ده معناه ااي? ان هو ايمبليمنت انترفيس طب ايه اسم الانترفيس animal؟ طيب من اسم الانترفيس وان اتي هت Käت Śمبليمنت مثل الانمال.انمالسان هنا هو مجبر انه يعرف الفونكشن دي احنا قلنا حيبستغل من انترفيس لو الفونكشن اللي جوه الانمال دي اساسية واحنا محتاجين فهنا هو بقوله لازم تيمبليمنت الفونكشن دي طبعا لو في كويك فكس هتلاقيه هو عمل لك ايه build ايه add un implemented method او انت ممكن تكتبها بنفسك طبعا انت هنا بتقوله override لان الفونكشن دي المفروض انها تتعمل لها override three implement يعني هنا هجا اقول له ايه نفس اللي انا كنت بعمله هنا بالزبط هقول له ايه تمام تعالى بقى نجرب الكود دو هنا بقى هجا اقول له ايه هقول له انا عندي rat لان خلاص ما بقاش في class اسمه animal الاول كان عندي class اسمه animal وبعمل ايه بقى inherit منه بقى extend منه تمام ولكن هنا بقى عندي انترفيس لان انا عايز الفونكشن اللي جوه الانترفيس بتاعي must be implemented فهنا rat هعرفه rat عادي جدا بيساوي new rat وهاجي هنا اقول له ايه اقول له rat dot animal sound ها نشوف ايه اللي هيتلق طبيعي جدا متوقعين ان implementation انت حطيته بتاع animal sound هو اللي هيتلق اهو مزارات says فهنا ده تدي فكرة انترفيس ببساطة شديدة جدا ان انت بتديه بس يا دوبك اسم الفونكشن اللي هو محتاجة implementها وهو كل مرة هيجي implement من الانترفيس اللي اسمه animal هيبدأ مجبر ان هو يعمل override للكود بتاع المشد عموماً اللي انت عرفته له في الانترفيس اللي اسمه animal هشوفكم في حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته